هدنة مؤقتة بعد مرور نحو خمسين يوماً من الحرب السهونية على غزة هدنة تستمر أربعة أيام يصاحبها إطلاق سراح على دفعات لخمسين من المحتجزين المدنيين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق مئة وخمسين أسيراً فلسطينياً لدى سلطات الاحتلال من النساء والأطفال فضلاً عن إدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية وبعض شاحنات الوقود لسد جزء من احتياجات الفلسطينيين في غزة المحاصرة ومع ما يره بعض المراقبين من أن صفقة تبادل الأسرة ليست كما كان يأمل الفلسطينيون إذ تخلوا قائمة المطلق سراحهم من أصحاب أحكام السجن طويلة المدة إلا أن محللين يؤكدون أن اتفاق الهدنة يمثل انتكاسة إسرائيلية إذ تخلى نتنياهو عن بعض مزاعمه المتعلقة بتحرير الأسرة والمحتجزين بالقوة واضطر إلى عقد صفقة نادت بها حماس منذ اليوم الأول للحرب الأمر الذي يعكس غياب أي إنجاز عسكري حقيقي على الأرض في غزة فضلاً عما يتكبده جيش الاحتلال يومياً من خسائر فادحة تتناقص أمامها قدراته في الإنكار والتعتيم الإعلامي الهدنة في غزة إذن بحسب ما يراه محللون وإن قصرت مدتها تثبت قاعدة تبادل الأسرى بالأسرى وتعزز ثبات الفلسطينيين في غزة بإدخال بعض المساعدات الإنسانية والوقود وأنها تفقد العدوان زخمة لاندفاع العسكري وتخفق ولو جزئياً خطط التهجير القسري للفلسطينيين أما إسرائيلياً فإن حكومة نيتنياهو تستهدف من خلال تلك الهدنة تقديم بعض الإنجاز للرأي العام بعد إخفاقها في تحقيق ذلك عسكرياً وكذلك تمثل الهدنة إنقاذاً للإدارة الأمريكية وحلفائها من ضغوط داخلية متزايدة بسبب الدعم المتواصل للاحتلال مع كل ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب في غزة ومع أنها هدنة مؤقتة لأربعة أيام فقط في ظل تصريحات صهونية تتوعد بمواصلة القتال بعد انتهائها إلا أن بعض المحللين يرجحون تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتمديدها نحو إيقاف طويل لإطلاق النار وعقد صفقة كبرى لتبادل الأسرة وهو ما يأمله كثيرون